يوما بعد آخر تتصاعد انتهاكات الصين لحقوق أقلية الأويغور المسلمين وتتصاعد بالمقابل الدعوات الدولية لمحاسبة الصين على انتهاكاتها التي باتت ترقى لجرائم ضد الإنسان منظمة هيومان رايس ووتش اتهمت حكومة الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مستشدة بتقارير عن الاعتقالات الجماعية للمسلمين وقمع الممارسات الدينية وغيرها من الإجراءات ضد الأقليات في إخليم شينج يانج مشيرة إلى أنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية على النحو المحدد في المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية المنظمة دعت في تقرير لها المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على الصين بسبب اضطهادها لأقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينج يانج حيث يعيش غالبيتهم كما دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإنشاء هيئة للتحقيق في الاتهامات وتحديد المسؤولين الصينيين عن الانتهاكات والجرائم وتقديم خارطة طريق لمحاسبتهم وجاء في التقرير أن القيادة الصينية تعد مسؤولة عن السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي وهذا من بين جرائم أخرى وحثت Human Rights Watch المجتمع الدولي قائلة إن هناك حاجة لتحرك دولي منصق لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة والضغط على الحكومة الصينية لوضع حد لانتهاكاتها ضد الأويغور الذين يتعرضون لمحوي هويتهم الثقافية والدينية والعنف الجسدي وبالرغم من توثيق انتهاكات الصين لحقوق الأويغور المسلمين وفرض الكثير من العقوبات عليها لردعها ووضع حد لانتهاكاتها وكان آخرها العقوبات الأمريكية والأوروبية إلا أن الحكومة الصينية لا تزال ترفض شكاوى الانتهاكات وتنكرها حتى اليوم ما يستوجب وقفة كبيرة لنصرة المسلمين في الصين ترغم الأخيرة على احترام حقوقهم الإنسانية والدينية ترجمة نانسي قنقر